على حسب الوجوه اللي يشت البارح والأغلبية يعرفوني وكان عارفهم وعشت معهم وعملت معهم لا كلاعب ولا كمؤطير أنا فرحت مني يشتدك الوجوه لأن طمأنت شيء ما على النادي ديالي الرجاء الرياضي اللي يمكن بعد الوجوه غادي يمكن يجي الفراج لأن هادوا اسمه كبيرة وكلهم بدوا ألقاب من عمار رجاء وكلهم ناس اللي نجحوا في الأعمال ديالهم شخصية وكلهم دي شاف دانتروبريز يعني لا بغين نندوزو وكلهم دي ساج لفغي تغم ديال ديال ساج دونك إلاجوا حيث ما بغوش يخلوا النادي ديالهم فهذا الأزمة لأنها طوالت شيء فكنضن أن المجيء ديالهم غادي يطمأنه الجمهور وغادي يطمأنه اللاعبين على المصير ديال الواقي تانيا من اللي غندوزو للشركة فهذا كلهم ناجحين في شركات وفي الأنطربريز ديالهم عندهمين وكلهم مشاعر عندهم ناجحين إلى أخذتي السي أوزال إلى أخذتي السي عمور إلى السي الحميد الصويري إلى الفردوس إلى السي رتناني إلى بودريقة إلى السيحانات إلى السيغالام هذو كلهم كانت من الله من كونسي التحد هذو كلهم نجحوا في الأنطربريز ديالهم دونك نجحوا مع الرجا كمسؤولين وبيلي تيتر وكبروا الرجا ويزوها في العالمية ونجحوا في المسائل ديالهم الشخصية يعني في فلسنتربريز ديالهم فهذا شي كي بشرب بالخير كانت منهم الله لهذاك الجمهور لأن الضيع الكبير هو هذاك الجمهور أن وقت الفارج كانت وصلت وعاف الله عن مسالات ونشوفه دابا القدام من قد نشوفه في الرتروفيزور على ذلك شي اللي فات لأننا نضربه هنا ملاحظ دونك إلا بقيت تشوفه في الرتروفيزور هتضربه ملاحظ دونك الآن هاد الناس وهد الوجوه اللي شفت كيبشروا لخير وكنت منهم الله أن المنخاريطين يبشيوا معهم فاتيجة باش يخرجوا الفاريق ديالنا من هاد المشاكيل ومن ثم نرجعوا للطريق الصحي ديالنا هوا ما الألقاب والعالمية إن شاء الله